إذن عندما تكون هناك الحاجة إلى التعديل والتغيير بتقوم الحكومة بوضع هذه التغييرات زي ما قلنا وضعت في 2018 استحديثت في 2019 وهذا العام أيضا بيتم التحديث ولكن في ذات الوقت أصبحت الدولة بتهتم بالقيمة المضافة وتعظيم القيمة المضافة هل ده نقدر نقول هيكون سبب في استحداث ربما مناطق صناعية جديدة ربما تحويل مصار في هذه الخريطة من قطاع إلى قطاع آخر؟ خليني أقول لحضرتك أو أرد على سؤال حضرتك في إجابتين أولا لجابة الأولى كمستثمر محلي النهاردة سيد رئيس أصدر قراره باعتبار المعايير المواصفات الدولية بالنسبة لأي دولة هي الأساس في عملية التصنيع فيها الداخل ده عظم بشكل كبير جدا من التصنيع المحلي وإدى النهاردة إدى فرصة كبيرة جدا للمستثمر المحلي النهاردة أنه هو مش بيتعامل على مستوى أنه يعمل تعبئة للسوق المحلي في مصر النهاردة إحنا مش هنتكلم على مثلا مشروع معلبات النهاردة فيه فائد كبير جدا فيه الواقع المصر وبالتالي نقدر نصدره لا ده هو قال له بالنص في هذا القرار لو أنت عايز تصدر ليه أي دولة أجنبية خارج مصر يجب أنك أنت النهاردة كمصدر مصر أو مصنع مصر أو مستثمر محلي أنك أنت تشوف هذه الدولة ما هي المواصفات القياسية بالنسبة للسرع اللي هي عايزة تستوردها وبالتالي النهاردة بيعطي دفع كبيرة جدا لتعميق المنتج المحلي يعني دراسة احتياجات السوق الخارجي لكي يتم التصويق بصورة جيدة ده حقيقة ما أنت النهاردة هتستوردي مواد أولية من الخارج كويس هتعيد عليها عملية التصنيع وتضيف لها قيمة مضافة في الواقع المحلي أو تدخلي بعد التعدلات عشان أنت النهاردة تحسين من جودة هذا المنتج وتصفي هذا المنتج في نهاية أنه منتج مصري خالص باعتبار أنك أنت النهاردة بتشري مواد أولية قد لا تصلح بالنسبة لي عملية التصنيع فيه النهائيات لأن أنت اللي يهمك أولا جودة ثانيا سعر مطابق الأسعار العالمية ثالثا والأهم أن أنت تفتح أسواق خارج مصر صحية فالنهاردة على مستوى المستثمر المحلي ده قدر هازر القرار النهاردة أن هو يوعي المستثمرين المحليين بالنسبة لي تحويل المواد الأولية مش الغرض أن أنا حاول المواد الأولية بقصد أن أنا النهاردة أفتح أسواق بعد تحويلها وإضافة قيمة مضافة عليها بالنسبة لمستثمر المحلي ترجمة نانسي قنقر